سنتكلم اليوم عن الفرق بين حروف العلة والحروف الصحيحة نبدأ بحروف العلة حروف العلة في اللغة الإنجليزية هي خمسة أحرف وتسمى أيضا الحروف المتحركة أو الحروف الصوتية وحروف العلة مثلها مثل حركات في اللغة العربية مثل الفتحة والكسرة والضمة لهذا جميع كلمات اللغة الإنجليزية يجب أن تحتوي على الأقل أحد أحرف العلة فيها يعني لو نظرنا إلى جميع كلمات اللغة الإنجليزية تحتوي على أحد هذه الأحرف A, E, I, O, U فهي تساعدنا في نطق كلمات اللغة الإنجليزية أما الحروف الصحيحة هي جميع أحرف اللغة الإنجليزية باستثناء حروف العلة الخمسة وتسمى أيضا الحروف الساكنة أو الحروف الصامتة معرفة الحروف الصحيحة وحروف العلة مهم جدا في اللغة الإنجليزية لأنه في كثير من قواعد اللغة الإنجليزية ستختلف الأداء المستخدمة مع الكلمة إذا كانت تبدأ بحرف علة يختلف إذا كانت تبدأ عن حرف صحيح كان معكم عمر لحياري وانتظرونا في الدروس القادمة اشتركوا في القناة